موسيقى نرحب بكم طلبة الصف الثالث الثانوي العلمي في درسنا اليوم والذي سنعرض من خلاله العديد من تمرينات ومسائل الوحدة الأولى المتتاليات والإثبات بالتدريج لنبدأ معا لتكون UN متتالية معرفة وفقة الU0 يساوي الواحد والUN زائد واحد يساوي الUN على واحد زائد ستة UN طبعا هي متتالية معرفة تدريجيا والمطلوب تحقق أن الUN أكبر من الصفر أي أن كان العدد الطبيعي N ثانيا أثبت أن المتتالية TN المعرفة بالعلاقة TN يساوي واحد على UN هي متتالية حسابية أحسب TN بدلالة N واستنتج UN بدلالة N ثالثا أحسب TN بدلالة N واستنتج UN بدلالة N لحلق الطلب الأول في هذه المسألة لنرمز للعلاقة UN أكبر تماما من الصفر بالرمز EN نعلم باستخدام الاسباد بالتدريج أو الاستقراء أولا نبرهن من أجل الحالة القاعدية أي من أجل N يساوي الصفر ليس دوما N يساوي الصفر ولكن الN هي أول الصفر هو أول قيمة للN معطاة في نصر المسألة من أجل N يساوي الصفر حصنا على أن اليو صفر يساوي واحد أكبر تماما من الصفر والعلاقة محققة نفرض أن العلاقة محققة من أجل العدد الطبيعي N أي لنفرض أن اليو إن أكبر تماما من الصفر ولنبرهن أنها محققة من أجل العدد الطبيعي N زائد واحد أي لنبرهن أن اليو إن زائد واحد أكبر تماما من الصفر لدينا من الفرض أن اليو إن أكبر تماما من الصفر وبالتالي الستة يو إن هي أكبر تماما من الصفر وإذا أضفنا العدد 1 إلى 6 UN نحصل على قيمة أكبر تماماً من الصفر وقسمة قيمتين موجبتين تماماً نحصل على قيمة موجبة تماماً أي أن ال UN زائد 1 أكبر تماماً من الصفر والعلاقة محققائياً كانت N أكبر أو يسابق الصفر بالنسبة للطلب الثاني نريد إثبات أن TN والتي تأخذ بالعلاقة بحسب نص المسألة TN يساوي 1 على UN هي متتالية حسابية لإثبات صحة هذا الطلب نريد أن نبرهن أن TN زائد 1 ناقص TN يساوي عدداً سابتاً وهذا العدد السابت هو أساس المتتالية الحسابية لدينا TN زائد 1 ناقص TN يساوي 1 على ال UN زائد 1 ناقص 1 على UN وبتعويض علاقة ال UN زائد 1 في نص المسألة نحصل على أن 1 زائد 6 UN على UN ناقص 1 على UN يساوي 6 وهو عدد سابت ومنه فإن TN متتالية حسابية أساسها R يساوي 6 بالنسبة للطلب الثالث نريد كتابة TN بدلالة N نعلم وقد أثبتنا سابقاً أن TN هي متتالية حسابية وبالتالي يعطى الحد العام لها بTN يساوي T0 زائد NR التصفر غير معطاً بشكل واضح مباشرةً في نص المسألة وإنما نحصل عليها من خلال عبارة التن حيث أنا نقلنا في نص المسألة أن TN يساوي 1 على UN وبالتالي T0 هي 1 على U0 وبالتالي نحصل على أن TN يساوي 1 زائد 6 UN لدينا TN يساوي 1 على UN وبالحل بالنسبة إلى UN فإن UN يساوي 1 على TN فتصبح الUN يساوي 1 على 1 زائد 6N وبالتالي استنتجنا عبارة الUN بدلالة N لدينا مسألة أخرى نتأمل المتتاليتين UN وتن المعرفتين وفقاً UN زائد 1 يساوي 3 UN زائد 4 والU0 يساوي 1 أما TN تساوي UN زائد 2 ولدينا الطلبات الآتية نريد إثبات أن المتتالية TN هي متتالية هندسية ونريد أن نحسب TN بدلالة N والسنتاج UN بدلالة N كما أننا وضعنا في الطلب الثالث SN يساوي T0 زائد T1 حتى TN والمجموع S فتحة N هو U0 زائد U1 حتى UN ونريد كتابة أو حساب كل من SN و S فتحة N بدلالة N لبرهان الطلب الأول نريد إثبات أن TN هي متتالية هندسية فنأخذ اختبار النسبة TN زائد 1 على TN TN معطات هي UN زائد 2 TN زائد 1 نستنتجها أنه UN زائد 1 زائد 2 وبطعبط عبارة UN زائد 1 في نص المسألة بـ 3 UN زائد 4 وبإجراء أمليات رياضية بسيطة نحصل على أن TN زائد 1 على TN يساوي 3 وهو عدد حقيقي سابت ومنه فإن TN هي متتالية هندسية أساسها Q يساوي 3 في الطلب الثاني نريد كتابة TN بدلالة N أو حساب TN بدلالة N TN يساوي T0 بـ QSN أيضا هنا T0 ليست معطات بشكل واضح في نص المسألة مباشرة وإنما نحصل عليها من خلال TN والتي تساوي UN زائد 2 فنقول أن T0 هي U0 زائد 2 وبالتالي TN تساوي 3 بـ 3 أسين أي أنها 3 أسين زائد 1 ومنه نستنتج عبارة الـ UN والتي تساوي TN ناقص 2 أي أن UN تساوي 3 أسين زائد 1 ناقص 2 وبهذا الشكل قمنا بتحويل المتتالي UN المعرفة بالشكل التدريجي إلى الشكل الصريح وذلك بالاستعانة بمتتالية مساعدة وهي TN وهي المتتالية الهندسية في الطلب الثالث نريد إيجاد المجموع SN وهو T0 زائد T1 حتى TN طبعا نلاحظ أن حدود متعاقبة لمتتالية هندسية المجموع يطع بالشكل T0 بـ 1 ناقص Q سن زائد 1 على 1 ناقص Q حيث أن عدد الحدود هو N زائد 1 حتى TN ناقص 0 زائد 1 أي N زائد 1 وبالتالي نحصى على أن SN يساوي ناقص 3 على 2 بـ 1 ناقص 3 أسين زائد 1 ولدينا أيضا نريد حساب المجموع SFN يصفر زائد 1 حتى UN نحن لا نستطيع هنا تحديد الـ UN هل هي متتالية حسابية وليست موجودة في نص المسألة الدلائل أن المتتالية UN هي متتالية حسابية أم هي متتالية هندسية وبالتالي لا يوجد قانون واضح لحساب مجموعة هذه المتتالية نريد هنا حساب المجموع SFN والذي هو U0 زائد 1 حتى الـ UN في نص المسألة وحتى لم يطلب مننا برهان هل الـ UN هي متتالية حسابية أم هندسية وبالتالي نحن أمام حساب مجموع لمتتالية لا نعرف هل هي حسابية أم هندسية فلا نعرف قانون المجموع الواضح لها لذلك نستخدم ونستفيد من علاقة الـ TN بالـ UN لاحظنا أن الـ UN يساوي TN ناقص 2 وبالتالي U0 هي T0 ناقص 2 والـ U1 هي T1 ناقص 2 وهكذا حتى الـ UN هي TN ناقص 2 وبالعزل فنحصل على أن T0 زائد T1 حتى TN ناقص 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 طبعا مكررة الـ 2 إن زائد 1 مرة لأن كل طبعا لدينا مجموع حدود أو عدد حدود هذه الإسفتحة N المجموع هو إن زائد 1 حد وكل حد ينتج منه الرقم 2 وبالتالي لدينا 2 مكررة N زائد 1 مرة أي أن S فتحة N هي S N ناقص 2 بـ N زائد 1 وبالتالي حصلنا على علاقة S فتحة N وهي المجموع لننتقل إلى المسألة الثالثة لنتأمل المتتالية UN المعرفة وفقه UN زائد 1 يساوي تحت الجزر 5 UN ناقص 4 ويو صفر يساوي 2 طبعا متتالية معرفة بالشكل التدريجي والمطلوب نريد أن نبرهن أن نتابع تحت الجزر 5 X ناقص 4 تابعه متزايد تماما على المجال من الأربعة على خمسة للزائد لنهاية ونريد استنتاج بالإثبات بالتدريج على أن UN يقع أكبر أو يساوي 2 وأصغر أو يساوي أربعة مهما يكون العدد الطبيعي N لننتقل إلى حل الطلب الأول لنشكل التابع Fx الذي هو يساوي تحت الجزر 5 X ناقص 4 والمعرف على المجال من الأربعة اللي على خمسة للزائد لنهاية إن هذا التابع اشتقاقي على المجال المفتوح من الأربعة على خمسة للزائد لنهاية وبإيجاد مشطق لهذا التابع نحصل على أن Fxh هو خمسة على اثنين تحت الجزر 5 X ناقص 4 وهو أكبر عن طلب الأول ومنه نستنضج أن F متزايد تماما على المجال من الأربعة على الخمسة للزائد الانهاية وعيد التسكرة طلبها منا استنتاج أي أننا سوف نستفيد من الطلب الأول وبالإثبات بالتدريج نعلم ثلاثة خطوات لدينا من أجل الحالة القاعدية أن يساوي الصفر لدينا أن U0 يساوي 2 وهي أكبر أو يساوي 2 وأصغر أو يساوي الأربعة محققة نفرض أن العلاقة محققة من أجل عدد الطبيعي N أي أن U أكبر أو يساوي 2 أصغر أو يساوي الأربعة لنبره أنها محققة من أجل العدد الطبيعي N زائد 1 أي لنبره أن U1 أكبر أو يساوي 2 أصغر أو يساوي أربعة لدينا من الفرض أن U1 أكبر أو يساوي 2 أصغر أو يساوي أربعة وبما أن التابع F متزايد تماماً طبعاً نستفيد من التزايد التام لهذا التابع فنأخذ صور كل حد من هذه العلاقة F2 أصغر أو يساوي F U1 أصغر أو يساوي F4 طبعاً ملاحظة عزيز الطالب لو كان التابع F متناقص تماماً يجب أن نقلب جهة المتراجحة في الطرفين وبالتالي نحصل على أن 2 أصغر أو يساوي U1 زائد 1 أصغر أو يساوي الأربعة فالعلاقة محققائياً كانت العدد الطبيعي N ننتقل إلى المسألة الرابعة لنتأمل المتتالي الهندسية U1 التي أساسها 3 وفيها U2 يساوي ناقص 5 والمطلوب نريد حساب U1 بدلالة N والطلب الثاني استنتاج المجموع S يساوي U2 زائد U3 حتى U11 بدلالة 3 أو 10 بالنسبة لحل الطلب الأول لدينا UN يساوي U2 بQ سي ناقص 2 U2 هي ناقص 5 والQ هي 3 وبالتالي فإن UN يساوي ناقص 5 ب3 أو 2 بالنسبة للطلب الثاني لدينا مجموع حدود متعاقبة لمتتالية هندسية وبالتالي S يساوي U2 هو الحد الأول من هذا المجموع ب1 ناقص Q عدد الحدود هو 11 ناقص 2 زائد 1 على 1 ناقص Q وبالتعويض نحص على أن S يساوي 5 على 2 ب1 ناقص 3 أو 10 طبعا عزيز الطالب نستطيع أن نوجد قيمة 3 أو 10 ولكن في نص المسألة مطلوب بدلالة 3 أو 10 فنبقي الجواب كالآتي المسألة الخامسة لنتأمل المتتالية UN المعرفة تدريجيا وفق UN زائد 1 يساوي 2 UN ناقص 5 والU0 يساوي 5 ونريد دراسة اضطراض هذه المتتالية الحل لدينا أن U1 يساوي 2 U0 ناقص 5 وبالتالي نحص على أن U1 يساوي 5 نلاحظ أن U1 يساوي U0 فنخمن أنها ثابتة ونستخدم الآن الإثبات بالتدريج لبرهان أن هذه المتتالية المعرفة بالشكل التدريجي هي متتالية ثابتة نرمز للخاصة UN به UN زائد 1 ناقص UN يساوي 0 ونريد إثبات صحتها UN كان العدد الطبيعي UN طبعاً وجدنا من أجل الحالة القاعدية U0 أنها محققة فوجدنا أن U1 يساوي U0 لنفرض الآن أن صحة علاقة UN أي لنفرض أن UAN التي هي UN زائد 1 ناقص UN محققة طبعاً يساوي 0 ولنبرهن أن UN زائد 2 ناقص UN زائد 1 يساوي 0 لنبدأ بالطرف الأول UN زائد 2 ناقص UN زائد 1 UN زائد 2 هي 2 UN زائد 1 ناقص 5 ناقص بين قوسين 2 UN ناقص 5 وبالنشر وبالحسابات نحص على أن UN زائد 2 ناقص UN زائد 1 يساوي 0 حيث أننا اعتمدنا على الفرض بأن UN زائد 1 ناقص UN يساوي 0 فإذا المتتالية UN هي متتالية ثابتة أي أن كان الـN أكبر أو يساوي 0 وتحقق أن UN يساوي 5 لدينا المسألة السادسة نريد إثبات بالتدريج صحة المتراجحة 5N أكبر أو يساوي 3N زائد 4N أي أن كان N أكبر أو يساوي 2 من أجل الحالة القاعدية UN يساوي 2 الطرف الأول هو 5 للتربية يعني 25 أما الطرف الثاني هو 3 للتربية زائد 4 للتربية أيضا يساوي 25 فنلاحظ أن المساواة محققة أي 1 يساوي 2 من أجل الحالة القاعدية وبالتالي العلاقة محققة من أجل N يساوي 2 نفرض أن العلاقة محققة من أجل العدد الطبيعي UN أي أن 5N أكبر أو يساوي 3N زائد 4N محققة ولنبرهن أن العلاقة محققة من أجل العدد الطبيعي UN زائد 1 أي لنبرهن أن 5N زائد 1 أكبر أو يساوي 3N زائد 1 زائد 4N زائد 1 إما عزيزي الطالب أن نبدأ من 5N زائد 1 ونستفيد من الفرض ونصل إلى الطرف الثاني طبعا نسبة أن 5N زائد 1 أكبر أو يساوي 3N زائد 1 زائد 4N زائد 1 أو بشكل أبسط وأسهل لنبرهن أن 5N زائد 1 نائس 3N زائد 1 نائس 4N زائد 1 أكبر أو يساوي 0 بأخذ الطرف الأول وباستخدام خواص القوى نحصل على أن 5N زائد 1 زائد 5 بـ 5N نائس 3 بـ 3N نائس 4 بـ 4N وبحسابات رياضية بسيطة نحصل على أن الطرف الأول أكبر أو يساوي من 2 ضرب 3N زائد 4N طبعا 3N موجب تماما وضربهن 2 موجب تماما والـ 4N موجب تماما ومجموع عددين موجبين تماما هو أكبر تماما من الصفر وبالتالي نحصل على أن 5N زائد 1 أكبر أو يساوي 3N زائد 1 زائد 4N زائد 1 أي أن العلاقة محققة أيا كان العدد الطبيعي إن نكون بذلك قد توصلنا لحل العديد من تمارين ومسائل الوحدة الأولى المتتاليات موسيقى 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 اشتركوا في القناة